تباها درول التاج بالرطاح من بلرطاح حيث يدروا طريق منوزيات في موضع قوة وهذا في موضع ضعف منوزينا كيهضروا هنا كيهضروا على طريق منوزيات كيهضروا على انه مالك المغاربة ما هي خادم عند موسى كما يصوروه في المسلسل. لكن الاسبان يقولوا لي هذا مالك مغربي. مالك مغربي. وكي هدروا انه عنده علاقات حتى مع يوليان اللي هو حاكم سبتا. كتتذكروا هذه الوثيقة على انه هم بجوج بهم اللي مشوا باش يطيحوا برودريق القول. رفع الدعوة على مسلسل فتح الاندلوس لم يأتي اعتباطا بل غيرتا منا على هويتنا المغربية وتاريخنا المغربي ووحدة ترابية المغربية. هده المسلسل كي يمثل وحدة ترابية المغربية وكي يمثل هوية المغربية وكي يقدم المغاربة بشكل مهين وساذج. المغرب الآن يخطو خطوات نحو تأسيس لوطن قومي. نحو تأسيس لوطن قوي. نحو تأسيس لوطن. آآ له وهو دور على المستوى الجيهوي والمستوى الإفريقي والعلاقات مع أوروبا المغرب خرج من العباءة التبعية للمشريق ليؤسس الكيان مستقل جلالة الملك محمد السادس حينما يتحدث في آخر خطاب عن تاريخ المغربي لم يحصره في 14 قرنا بل امتد لألاف سنين لأننا في فترة حالية فترة متاع إعادة كتابات وصياغة التاريخ لكن هذه الناجحة الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك كاللاحظ أن مجموعة مسؤولين مغاربة غير وطنيين وغير ما يفتقدون لحز الوطنية ولا للغيرة على الوطن أنهم يسمحوا لمسلسل يهين والمغاربة ويهين التاريخ المغربي بالبس في القناة الأولى وبدعم من التلفزة والإدعاء من القناة الأولى كين كتجلال معطايات التاريخية ومحلوبة؟ ارتكزنا في الدعوة على عدة معطايات ولا عدة نقاط من بينها المصري الوحدة الوطنية كما أسلفنا القول المصري الوحدة الوطنية يتجلى في تقديم مدينة سبتا المحتلة كمدينة إسبانيا وهذا يصي مشروعية على التواجد الإسباني بمدينة سبتا لحد الآن سبتا لم تكن أبدا مدينة إسبانيا بل كانت مدينة مغربية ويوليان الغماري التي يقدمه المسلسل كشخصية إسبانيا بل هو مغربي أمازيغي ينتمي إلى قبيلة غمارة التي هي فرع من قبائل صنهاجة بغرب الريف الدين ليس محدد نحن المغاربة فينا اليهود وفينا المسلمين وكان قبل ذلك كان عندنا مسيحيين كشخصية إليان الغماري الذي أجمع المؤرخون أنه شخصية أمازيغية مغربية تنتمي إلى قبيلة غمارة وللمصادفة أنا اليوم اقتنيت أحد المجلات المغربية الورقية التي تتم بالتاريخ المغربي وجدت أنها دارت ميلف على عائلة آل الغماري يعني إذا أريد أن تشاهدها بالنسبة للميلف يعني باش نأكدوب لأنه اسم الغماري اسم مغربي وأصيل وليس اسم إسباني أهما ميلف آل الغماري لكن سيبن في الأخر أنه هذه آل الغماري هي عائلة أو لا هي لقب عائلة مغربي الذي هو مستمد من قبيلة غمارة بغرب الريف هذا المسلسل من يقدم إسبانيا أو من يقدم إسبتها كمدينة تبيعة إسبانيا هذا مسبل الوحدة الوطنية وهذا كيفاش نسمح الوحد المسلسل كي يمسبل الوحدة الوطنية يتقدم في التلفزة المغربية ممكن نشوفه واحد المسلسل الخر اللي غادي نجوه منع فين غادي تنتج وغادي يقدم الصحراء المغربية كصحراء ممكن غادي تكون إسبانيا ولا تكون جزائريا ولا حيث ما عدناش إلا ما عدناش حناية الغيرة على التاريخ دينا وما عدناش تدقيق لأي منتوج يعرض في التلفزة المغربية غادي نقول له إحنا يكون هنا تاريخ دينا بأيدينا بالنسبة المعطى الثاني هو تقديم شخصية طريق بنزياد كأنه أجنبي شخصية طريق بنزياد أجمع المؤرخون أنه شخصية مغربية وشخصية مغربية أمازيغية كان يعني كين عندنا كين هي واحدة الواثقة إسبانيا فورتريهات المولوك التي تذكر شخصية طريق بنزياد هذه الواثقة تقول أن طريق بنزياد كان ملكا مغربيا كان خادما لموت ابن نصير كما تصوره المسلسل بشكل مهين وصوره أنه شخصية أجنبية تحتاج إلى مترجم وتحتاج إلى معاونة لكي يتحدث ويتفهم مع أهل طنجا طريق بنزياد لم يكن بحاجة لمساعدة من أشخاص وراباء ومشارقة لكي يتفهم مع أهل طنجا لأنه ابن طنجا وابن ذلك المجتمع الذي هو منه وهم منه وبالتالي تقديم طريق بنزياد كشخصية أجنبية يصب في مصلاحة بروباغندا يعني كان واحدة بروباغندا إعلامية نتعد شي دول جوار يعني كانت واحد الضرجة نتعد شي دول يعني يحاولون السطو على التاريخ والخصوصية المغربية ينسبون طريق بنزياد لهم يعني هذا المخرج بغايدير يرضي أطراف أخرى على حساب التاريخ المغربي والهوية المغربية وبالتالي طريق بنزياد شخصية مغربية بإجماع المؤرقين كيف يقدم طريق بنزياد بذلك الشكل المهين لا يشرفنا نحن كمغاربة وإهانة لنا نحن كمغاربة كذلك تقديم الشخصيات المشرقية كشخصيات مثالية وتقديم المغاربة كشكل مهين هذا إهانة للمغاربة كذلك كين مشاهد من دخل موسى لطنجا ليحدث أهلها لم يجد في طنجا من يحدثه إلى أحمق داروا مشهد موهين للمغاربة أنهم أن المخاطب يعني إحنا ما نشوفه شي قائد غد يدخل شي بلاد نورمال ما غد يتكلم مع حاكم ولا يتكلم مع ناس اللي هما وازنون ولا ناس اللي هما نخبة نتع هذا كالشعب نحن مع ابناش نخبة بل لقى غير واحد أحمق باش يتكلم معه واحد أحمق يدير حلقة في السوق باش يتكلم معه ويشرحوا له لماذا دخلوا إلى طنجا هذا التصوير السادج للمغاربة أنه مجموعة من الحمق ومجموعة من الناس اللي ماشي حضاريين اللي كي يحاول المسلسل يوصلوا ولا حاول يبسوا هذا الشي موهين لنا كمغاربة هذا الشرحة هذا ما دعنا باش نرفع الدعوة نحن يعني شفى سيد رشيد ملدوز نحن نعرف أنك من نشاطاء لأنزير المغاربة كليك يعتبر أن هذا موسلسل وليس لا علاقة بفيلم وتائقي الذي يتحدث عن أحداث ووقائع حقيقية إنما مسلسل ليس بتلك المعطيات التي قد تؤثر على تاريخ الأول شيء المسلسلات التاريخية ليست مجرد مسلسلات كما قلت في النية بل هي نوعا ما تاريخ للواقع نحن نشاهد كيف تبني تركيا تاريخها ومجدها من خلال إنتاجات تلفازية كبيرة كما كذلك نشاهد إنجلترا وفرنسا وجميع الدول حينما تنتج مسلسلات عن تاريخها تنتجه بواحد الفخر وبواحد الاعتزاز بالتاريخ ديالها وبواحد تضخيم الآن باش لبس روح الوطنية في شعبها تقديم المغاربة بذلك الشكل المهين والسادج أراه كي يحد من الروح الوطنية نحن للمغاربة لدينا تاريخ طويل وممتد تاريخ عظيم وعارق يعني هذا التاريخ اللي كان خلصنا نستغله في إنتاجات تاريخية لتقدم عظمة المغاربة نحن المغرب اللي يمتد لألاف سنين المسلسل يقدم يعني كيف يقدم المسلسل المغاربة كما قلنا بذلك الشكل المهين مش غير الشكل بل احت الليباس جيلهم مهين الذي لا يمتو بصلا لللباس المغاربة وله ندم المغاربة المشهور عالميا المعمار الذي قدمه المسلسل حيث لم يصور كذلك في المغرب هذا واحد خطأ كبير باش نسمحو الواحد المسلسل كي نتناول المغرب وغير مصور في المغرب هذا الشيء يعني باش نسمحوا بادشيء ارى ايهانا التاريخ المغربي والمعمار المغربي اللي هو معروف على المستوى التاريخ والمستوى العالمي انه هو معمار راقي وكما شفنا قبل اشهر ارى هكين دول اللي كتستعير المعمار المغربي باش كما در تقاطات كأس العالم باش تأسس به دعاية ديالها لقطر. المغربي تاريخ عظيم وعاريق جدا. لا يجب للدولة المغربية ان تسمح لكل من هبه وذب ان ينتج انتاجات ساذجة وانتاجات غابية عن التاريخ المغربي. هاد الناس كيفاش كنشوفو احنا هاد المسلسل ولا اضحوكا لانه كيصور قرعا تعلم قرعد واحنا هي عزيح الانانيس و امن والبانان في القرن السابع والاناناس كما كنا نعرفو لم يظهر الا في القرن السادس عشر لنما في المغرب هاد الناس اللي كيفاش له حتى ياصلة الاناناس وياصلة البانان بنعاد غد ياصلة لتاريخ المغربي العارق هاد الناس وريد التاريخ اسمي بعض التاريخ blancوم يقومية ويريقى ويريقى راجيديه ويريقى اي انتاجات اخرى الا التاريخ. التاريخ وبعد عنهم هما كيفاموا لأنهم أصلاً لديهم مش تاريخ أصلاً حناية المغرب العراقة دياله كيفاش كنشوفه المعمار المغربي وكنشوفه حناية الحضارة المغربية أراه أي نقش ولا أي 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 رمز مغربي أو معمار مغربي أقدم منهم بكثير هاد الدول إلما عندها إلا عندها بغت تدير مستثلة تاريخية تديرهم على رأسها وديرهم على المناطق ديالها وديرهم على بلادها أما بلادنا حناية نديروا عليها البرامج التاريخية ماشي غد نستنوى شي واحد تخرجي شوه هنا البرامج وينسب الأبطال ديالنا والروموس ديالنا والتاريخ ديالنا إنسبوه للآخر بل يجب ببناء تاريخ مغربي قوي حيث عنش هاد شير عنده 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 تداعيات أخرى وعنده أبعاد أخرى أراه تركيا ده مكتدير سياح غير المسلسلات اللي كتدير على التاريخ ديالها أراه عندها عشرات الآلاف ولا مئات الآلاف متع سياح لي كمشور تركيا غير آآ آآ متاثرين بمسلسلاتها التاريخية نحن علاش ما نقدموش المغرب كما يجب باش نقدروا أنه نخلقوا واحد الدولة واحد 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 فروفاقاندا اللي غاد نقدروا نجذبو بها سياح من العالم السياحة الثقافية آآ آآ سياحة الثقافية راه أراها أراها سياحة مهمة والمغرب سيعتمد على السياحة الثقافية آآ في المغرب لذلك ما غاديش ما يمكنش غادي نديروا السياحة الثقافية في المغرب بدون الاهتمام بالتاريخ ديالنا وإبرازه بشكل لائق احنا رمشي كنا أوباش ولا كنا عايشين في الكهوف والجبال وغاديشي واحد مبر غاديورينا احنا الحضارة المغرب حضارته ممتدة لآلاف سنين المغاربة مش يدخلوا لأندلوس آآ مع طريق المغاربة بشهادة بشهادة الوثائق الإسبانية أن المغاربة تواجدهم في إسبانيا ولا إبيريا تواجدهم أقدم بكثير ويمتد لآلاف سنين يعني احنا هذا الصورة نمطية على المغرب إنهم جوا الناس من المشريقون يتعلمون كيف نجتازوا مضيق جبل طاريق أرى هاته الصورة نمطية تتبدل وإعادة كتبات التاريخ أتقديم التاريخ بشكل لائق لينقدروا للقوة المغاربة كيف تخروبه أراه المغرباء أراه الكثير من أن يرى التاريخ أراه الأصداء الإيجابية لهاشتاغ منع المسلسل لذات الشباب المغربي سنتشر بشكل كبير إلا البعض المساكين الذين لا يعيشون التاريخ ويرى أن المسلسل يقدموا ما لقنا لهم قديما لكن ستبدل هذا الشيء أراه ما كانوا يلقانون لنا في المدارس بهذاك الإديولوجيا القومية البعثية اللي أرادت محو ومسخ التاريخ المغربي هذا الشيء ما بقاش دعبا نحن في إعادة كتابة التاريخ من جديد وإعادة عظامة ومجد الأمة المغربية من جديد قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابعناه في العشين يوتيوب وبرتجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي